بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا بكم أعزائي الطلاب وعزيزات الطالبة طلاب الصف الرابع الابتدائي فأهلا وسهلا بكم في درس جديد لمادة لغتي الجميلة ننظر معا طلابي وطالباتي إلى موضوع الدرس النص الشعري شمحا أهداف درس اليوم أن يستمع الطالب للنص مع مراعاة مع تطبيق مع مراعاة تطبيق أداب الاستماع أن يفهم الطالب النص ويتذوق ما فيه من صور جمالية وأساليب بلاغية فقلنا نصنا الشعري كان بعنوان ماذا؟ أحسنتم ممتاز كان بعنوان ماذا؟ تمه؟ هل؟ وقلنا أيضا أننا استخرجنا من النص ما طلب منا فاستخرجنا أسلوب وساليب لغوية واستخرجنا فعل ماضي أيضا أنا وأنتم قمنا باختيار الكلمة أو معنى الكلمات مع ما يناسبها إذن كلمة ومعنى آتي بهذا بثلاثة مرادفات للفعل حباك وماذا قلنا سابقا منحك أعطاك ووهبك أيضا أكملنا الفراغات معا فقلنا ورد في البيت الأول أسلوب أمر في قوله؟ أحسنتم تمه؟ هل؟ ورد في البيت الثاني أسلوب؟ أحسنتم ماذا قلنا نهي في قوله لا تتعجل ورد في البيت الرابع كلمتان مترادفتان هما أحسنتم خائف ووجد ورد في البيت العاشر كلمتان متضادتان هما أحسنتم النعيم وجحيم نبدأ أنا وأنتم طلابي وطالباتي بإذن الله في استكمال الحل وحتى نستكمل أنا وأنتم يجب ماذا؟ أحسنتم أن نستمع مرة لنقرأ للنص حتى نقوم بحل التمعين فما هي آداب الاستماء؟ أمتاز قلنا الإصغاء الجيد أصلي جيدا تجنب كثرة الحركة النظر للمتحدث إظهار ملامح الفة تجنب ماذا؟ المقاطعة نستمعنا وأنتم الآن للنص حتى نستكمل الحل تمهل فديتك فوق الطريق فإن التهور يدني الأجل ولا تتعجل وصول المرام فقد تتأخر أو لا تصل تمهل وفكر بحق الطريق ونفذ أوامر خير الرزل وفكر بحق المشات الحيارة ومعظمهم خائف أو وجل تظن بأنك أنت الوحيد تظن بأنك أنت البطل أما قد ذهبت لقسم العظام لعل الكسور تثير الهمم أما قد رأيت قعيدا تهادى لعلك تلمس منه الألم أيا من تقود الحديد الأصم حنانيك فالناس لحم ودم حباك الإله حياة فصنها أليست حياتك أحلى نغم فكيف تحيل النعيم جحيما أليست تهور درب العدم طلابي وطالباتي نستمع مرة أخرى للنص حتى نستكمل الحل تمهل فديتك فوق الطريق فإن التهور يدني الأجل ولا تتعجل وصول المرام فقد تتأخر أو لا تصل تمهل وفكر بحق الطريق ونفذ أوامر خير الرسل وفكر بحق المشات الحيارة ومعظمهم خائف أو وجل تظن بأنك أنت الوحيد تظن بأنك أنت البطل أما قد ذهبت لقسم العظام لعل الكسور تثير الهمم أما قد رأيت قعيدا تهادا لعلك تلمس منه الألم أيا من تقود الحديد الأصم حنانيك فالناس لحم ودم حباك الإله حياة فصنها أليست حياتك أحلى نغم فكيف تحيل النعيم جحيما أليس التهور درب العدم إذن طلابي وطالباتي بعدما استمعنا معا لنصنا دعونا نستكمل في حل تماريني فقلنا نصي يتحدث عن ماذا عن أخطار السرعة والتهور في قيادة ماذا السياة فالشاعر يطلب منا التمهل حفاظا على صحتنا والتزاما بأداب الطريقة أفهم وأحلل إثنان نقول تشبه إشارات المرور تشبه إشارات المرور بعلامات الترقيم في لغتنا العربية استنتج وجه الشبه بينهما إذا لاحظوا هنا نقول أن ماذا إشارات المرور شبهت بعلامات الترقيم في لغتنا العربية فما وجه الشبه بينهما حاولوا طلابي وطالباتي فهم وتحليل هذا السؤال وبما سأستعرض معكم الإجابة خلال دقيقة واحدة ترجمة نانسي قنقر شكرا إذا قلنا هنا تشبه إشارات المرور بعلامات الترقيم في لغتنا فما واذا وجه الشبه بينهما أحسنتم ممتاز نقول أن إشارات المرور تنظم حركة السيارات والمجال أما علامات الترقيم أحسنتم وعلامات الترقيم ستنظم ماذا القراءة وتساعدنا على الفهم إذا نقول أنه تقوم بتنظيم ماذا القراءة أما إشارات المرور تنظم حركة السيارات ننتقل معاً كم من إنسان معافق وأصبح مشلولاً قايداً بسبب سائق متهور هذا شرح أحد أبيات القصيدة أحدد البيت المقصود إذا نريد أن نقوم بتحديد هذا البيت الذي قمنا بشرحه هنا معاً أيضاً لاحظوا معي هنا الحكمة رب عجلة تنتهب ريثاً أحدد من القصيدة البيت المطابق لتلك الحكمة إذن هنا لدينا حكمة طابقة إحدى أبيات قصيدتي أي بيت من أبيات القصيدة هنا؟ سريعاً خلال دقيقة أنثبت المطلوب طلابي وطالباتي ثم سأستعرض معكم الإجابات ترجمة نانسي قنقر شكراً للمشاهدة إذن نبدأ أنا وأنتم في الاستخراج معاً من النص إذن هنا نصي أمامي الجزئية الأولى كان ماذا شرح أحد أبيات القصيدة؟ أحدد البيت فما هو الشرح؟ كم من إنسان معافى أصبح مشلولاً قايداً بسبب سائق متهول فأين البيت الذي يشرح هنا؟ أحسنتم نقول كان أي بيت؟ أما قد رأيت قعيداً تهادى؟ لعلك تلمس منه العلم إذن هنا استخرجنا البيت وماذا كان أمامي شرح لهذا البيت؟ أيضاً نقول هنا كانت لدينا حكمة رب عجلة تهبوا تهبوا ريثا إذن رب عجلة تهبوا ريثا أحدد من القصيدة البيت المطابق لتلك الحكمة إذن أين البيت الذي يطابق حكمتي هنا؟ أحسنتم ممتاز لاحظوا معي ولا تتعجل وصول المرام فقد تتأخر أو لا تصل إذن هنا هذا البيت يطابق الحكمة التي أمامنا خمسة وضعت للقيادة قوانين لا بد من احترامها ورتبت عقوبات لمخالفتها تعزيزاً لسلامة المرورية أتعاون مع مجموعة في ذكر بعض منها فقلنا أن هناك قوانين أحسنتم لي لماذا للطريق والقيادة ويجب علينا الالتزام بها أيضاً ماذا وضعت ماذا عقوبات لمن يخالف هذه القوانين فنقول أنا وأنتم بذكر ماذا بعض ماذا من هذه القوانين للقيادة سريعاً وما هي العقوبات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا نبدأ في الإجابة معنا قلنا وضعت للقيادة قوانين لابد من احترامها ورتبت عقوبات لمخالفتها تعزيزاً للسلامة المرورية فما هي أو نذكر بعضا منها أحسنتم منها أقول ماذا غرامة مالية عند عدم ربط حزام الأمان أيضا أحسنتم الغرامة المالية عند التحدث بالهاتف أثناء ماذا القيادة أتعرف الإشارات المرورية ومعانيها إذا لدينا إشارات مرورية ما معنى هذه الإشارة أو لماذا وضعت لاحظوا معي الصورة الأولى أحسنتم ممتاز نقول هنا ممنوع ماذا ركن المركبة في هذا المكان أيضا نلاحظ الصورة التي سليها أحسنتم نقول أنه ماذا بمعنى ممنوع الوقوف الصورة الثالثة أحسنتم ممنوع الاتجاه إلى ماذا لليمين أيضا لدينا صور أخرى نتعرف عليها ما رأيكم هنا في الصورة؟ وما معناها؟ أمتاز نقول أننا ممنوع ماذا من الدوران أيضا أحسنتم ممنوع الاتجاه إلى اليسار والصورة الأخيرة هنا أمتاز تدل على ماذا ممنوع الدخول إذن تعرفنا على بعض ماذا الإشارات المرورية ننتقل هنا سبعة قال الشاعر تمهل وفكر بحق الطريق ونفذ أوامر خير الرزم ما المقصود بحق الطريق؟ أيضا ما الحقوق التي أمرنا عليه الصلاة والسلام بإعطائها للطريق؟ حاولوا الإجابة هنا ثم سأستعرض معكم الإجابات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن نلاحظ هنا عندما قال الشاعر قلنا ما المقصود بحق الطريق؟ أحسنتم ممتاز أي آداب؟ الطريق وما هي الحقوق والآداب التي أمرنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ أحسنتم ممتاز نقول ماذا غض البصر وكف الأدى رد السلام الأبر بالمعروف والنهي عن المنكر إذن هذه ماذا بعض الحقوق التي أمرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اعتمد الشاعر على تكرار بعض الألفاظ أمثلها وأبين الغرض من هذا التكرار نقول أن في نصي قام الشاعر بتكرار بعض الألفاظ ما هي الألفاظ التي تكررت؟ وما الهدف من تكرار هذه الألفاظ؟ سريعا في أقل من دقيقة نجيب ثم سنستكمل معاً ترجمة نانسي قنقر إذن معي الألفاظ التي تكررت في نصي؟ أحسنتم مثل ماذا تمهل التهور؟ وما الهدف من تكرارها هنا؟ أحسنتم ممتاز نقول التأكيد على ضرورة ماذا التمخل وخطورة التهور عند القيادة إذن هذا الهدف من تكرار هذه الألفاظ عندما قام بذكرارها الشاعر ننتقل معاً قال الشاعر فكيف تحيل النعيم جحيمة؟ كيف يحيل المتهور النعيم جحيم؟ ما هو المقصد من هنا في البيت عندما قال الشاعر فكيف تحيل النعيم جحيمة؟ برأيكم كيف يكون القائد من يقود هذه السيارة بأن يقوم بتحويل النعيم إلى جحيم؟ سريعا نفكر خلال دقيقة واحدة أو أقل من دقيقة ثم سأستعرض معكم الإجابة سريعا نفكر خلال دقيقة ثم سأستعرض معكم الإجابة سريعا نفكر خلال دقيقة ثم سأستعرض معكم الإجابة النعيم جحيم أحسنتم ممتاز نقول أنه كان ينعم بالصحة والعافية وقد يخسر حياته أو صحته بسبب ماذا التهور؟ إذن كان ينعم بصحة وعافية كيف سيقوم بماذا بخسران هذه النعمة من الصحة والعافية عن طريق التهور؟ ننتقل أخيرا هنا أنشد بعد فهمي للقصيدة وتذوقها ما المطلوب مني طلابي وطالباتي؟ أحسنتم ممتاز نحاول أن ننشد ونقوم بتكرار النشيد حتى نستطيع حفظ النشيد معا ننتقل أخيرا طلابي وطالباتي إلى ماذا تعلمنا في حصتنا اليوم؟ أحسنتم ممتاز استمعنا للنص مع مراعاة آداب الاستماع أجبنا عن الأسئلة تعرفنا على الأساليب اللغوية في الأبيات إذن ناقف أنا وأنتم عند هذه النقطة طلابي وطالباتي أشكركم جزيل الشكر على حسن إنصاتكم لي وألتقيكم بإذن الله في حصة مقبلة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر